أقوى مكمل غزائي موجود ببيتك وما بكلفك كتير مصاري لأنه بفيد الكبار والصغر رجال وسيدات الموضوع صار بين إيديكم خلونا نتعرف عليه يسعد أوقاتكم أحبتي بطمنا تكونوا بصحة وخير وسلامة اليوم عم بحكي عن مكملات غزائية غنية بالفيتامينات المعادن البروتين الألياف وهي بسيطة وموجودة ببيتك نحكي عن البقوليات وبتمنى انكم تكتبوا لي بالتعليقات شو اسمها ببلدكم وشو هي الأكلات المفضلة اللي انتم بتضيفوها اللي هي العدس البازاليا الفول الفصوليا كل أنواع الحبوب الحموص كمان وإذا نسياني شي كتبوا لي بالتعليقات طيب رح تقولولي أنه هذه البقوليات ممكن تسبب عنا نفخة ونتدايق من الأكل شو الحل الحل أنا لما باخد البقوليات بتكون بوضع الجاف بحطة بكمية كبيرة من الماء هيدا الكمية الكبيرة رح تمتص جزء كتير كبير من النفخة تاني يوم يعني بتبقى يوم كامل منقوعة بسلقة منيح وانا بدرج جسمي انو ياخدها شوي شوي حتى يتعود علي ويستلم كل شي موجود فيي هذا الكنز كنز 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 يعني خلوها بواجباتكم الغذائية اليومية ما رح تندموا أبدا ورح خبركم طريقتي أنا باكل البقوليات تقريبا بين المرتين لثلاث مرات بالاسبوع لأنه هي مصدر البروتين النباتي وهي كتير مفيد للجسم الطريقة اللي أنا باستخدمها انو لما بعمل مثلا الفصولية او الحمص بجيب بصلة بقشرة وبحط البصلة متل ما هي بقلب الطبخة لما بتغلي 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 بتمتص كمية كبيرة من الغازات الي موجودة النقطة التانية بضيف الكمون كمان الكمون بخلصنا من الغازات وهيك بيكون مريحة للمصران وما بتتدايقوا منا وبسوريا كتير مشهور طبقنا الفطور انو منحط الحمص منحط الفول العدس بنعمل فيه حراء بأصبعه لمجدرة اذكروا لي شو عندكن اكلات تستخدموا فيها البقوليات لكن في تحذير بنهاية الفيديو انو في بعض الاشخاص بيعانوا من المصران الغليز لا يفضل استخدام او تناول هذه الوجبات ابدا ابدا لانو راح تأزيون واتفاقم المشكلة عندهم ورح يسبوا علي بالاخير حبيت قدم لكم هالفكرة الحلوة انكم تستفادوا من غزائكم وان شاء الله يارب صحة وهنا ما تنسونا كومنت حلو ولايك وشير